السلام عليكم اخوتي اخواتي العزاز اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم حاتم المرابط الحادث هو الاعلان الرسمي من طرف روسيا على تنظيم مناورات جزائرية روسية في بشار المحتلة في شهر نوانبير القادم من المفروض انني نقول لكم الجزائر ستحدى المغرب وترد على مناورات الاسد الافريقي ودكشيل اخر باش نجيب زعم المشاهدات ولكن ما نقدرش لانني كنحترم عقل متتبعي اليوم سنجد تحليل شامل وكامل لكل ما يتعلق بهذه المناورات ونرده على بعض الابواق اللي بغاوا ينفخوا في الجزائر ويروجوا لتحدي جزائري مغربي روسي امريكي وبطبيعة الحال اليوم كما العادة سنرجع الجزائر للحجم الحقيقي ناخد مثال جريدة القدس العربي اللي هي بوق من الابواق المأجورة للنظام العسكري الجزائري قال لك هذه المناورات هي رد جزائري ونزيعها الجزائري من مشاركة اسرائيل في مناورات الاسد الافريقي دبما القوم يقولوا حتى عشرين عام ومناورات الاسد الافريقي يكدر في المغرب فهم بغاوا يروزوا الرسم زمع لانهم راغوا يحاربوا اسرائيل لان هذا العام اول مرة تشارك اسرائيل في المناورات اسرائيل رسميا ما كانت مشاركة قبل بداية المناورات وكانوا فقط ضباط وموظف الوزارة من اسرائيل شاركوا كمراقبين بحالهم بحال بزاف دول المشاركة دبال جزائر قارا كلها نزعجات من مشاركة ضابطين مراقبين في المناورات وهي لحساب راكم كترعدوا وكتخافوا من اسرائيل المهم غير وجود دراسكم راقاري بالمغرب غير مناورات مباشرة وتدريبات مباشرة مع اسرائيل إلا مشينا مع هالطرح الغريب دي لان الجزائر جابت روسيا باش ترد على المغرب ولا اسرائيل واشهد الامر هادا ما جاكمش ماشي منطقي ومراكبش مزيان دبا حسب ابواق النظام العسكري لجزائر ترد اولا على اسرائيل وعلى المخز ما موقف روسيا فهذا المسألة وش روسيا مثلا كتحارب المصالح الاسرائيلية وكتحارب اسرائيل وش روسيا مونزعجة ان ضباطين من الجيش الاسرائيلي شاركوا كمراقبين في المناورات الاخيرة بطبيعة الحال روسيا غير مونزعجة بالمرة من اسرائيل رأى بين الف وتسعمائة وتسعمائة وتمانين والف نسسة هاجر كتر من مليون ومص روسي يهودي الى اسرائيل وعندهم حاليا جنسية اسرائيلية وروسية يعني هذا الرقم غيكون تضاعف حاليا زيادة الى ان العلاقات الروسية الاسرائيلية هي من احسن العلاقات الدولية فمنطقيا وعلى الورق روسيا لا تدخل رأسها في حسابة ضيقة لا تدخل روسيا ما لديها مشكل مثلا مع المغرب طبيعة الحال لا لديها مشكل العلاقات المغربية الروسية من افضل العلاقات ويعتبر المغرب من الدول المحورية لروسيا الاقتصاديا وحتى سياسيا وموقف مملكة من الغزو الروسي الاوكراني تبين على ان المغرب تحافظ على روسيا كصديقة وحتى عدم تصويت روسيا على اي قرار اممي ضد المغرب بخصوص صحراء المغربية دياله له اكبر دليل على ان العلاقات الروسية المغربية في احسن احوال تتبقى نقطة واحدة لروسيا اللي ستبغي تستغلى وهي التمدد دياله في منطقة الساحل غرب افريقيا وتلقى رأسها منفد في شمال افريقي وهي صراحة من حق اي دولة تعتبر من القوى العظمى بالعالم هي متواجدة بطريقة محدودة فوق الاراضي الليبية ومتواجدة ايضا في دول غرب افريقيا والساحل ولا ترفض اي دعوة للتواجد في الجزائر وهذه الحسابات لا تقدر المغرب بقدر لا تقدر الجزائر وهذه النقطة سوف نرجع لها في اخر الفيديو كيفاش يا ابواق الجزائر تتروجوا لانهم يردون على مناورات المخزن واذا انتم مقاريين واذا انتم ما يعيشون معنا مناورات الاسد الافريقية بالدرجة الاولى مناورات امريكية وقدر من عشرين عام وبما ان المغرب رجع لعلاقات دياله مع اسرائيل بشكل طبيعي فمن حق امريكا اللي هي منظمة لها المناورات انها تعرض على ضابطين من اسرائيل او حتى تعرض على خمسين الف جندي اسرائيلي انتم مالكم مرحبا بهم في اطار احترام السيادة المغربية والقانون المغربي بحالهم بحال الجنود الامريكيين وغيرهم اذا اللي بغيرت على تواجد اسرائيل يمشي واجه الكلام ليالو الى الولايات المتحدة الامريكية لانه هي مولاتة المناورات وانا كنت سعفوني صراحة كندرنا قاعدة عسكرية امريكية في منطقة من المغرب بحال فاش كانت قنيترا وبغيت نذكر هذا الابواق اللي خارجين تنفقه في صدرهم ان رئيس الجزائر العدماء قال بالحرف لوزير خارجية امريكا بلينكن ان الجزائر ليس لها اي مشكل مع اسرائيل فكيفاش انتم ما عندكم مش مشكل مع اسرائيل واليوم جاينتروزون هذا الخزع بلات لانكم كالتردع للمشاركة الاسرائيلية وش الجزائر قدرت تربح حتى المعركة ديالها مع الحليب ما بقى لها غير المعركة ديالها مع المغرب او اسرائيل الاعلان الروسي كان واضح بين 80 جندي روسي و 80 جندي جزائري سيدروا مناورات خاصة لمحاربات الارهاب واغلبية المناورات ستكون عبارة عن مطاردة والهجوم على الارهابيين ستكون مناورات سيكون فيها جنود محاربة الارهاب تتنقلوا بعربات خاصة في السلالم وتجمع المناطق المفروض سيكون فيها الارهابيين مخبين لا سيكون مناورات بحجم مناورات الاسد الافريقي اللي فيها الكثير من الدول وهذه اللي علنت عليها هو وزارة الدفاع الروسية دبال اشكال في المطروح ان الاغلبية بدأت تروج على انها اول حضور عسكري روسي في الجزائر وهذا خطأ رعما كانت عسكرية جزائرية منذ 1962 ستجدوا عسكريين روس يدربوا الجيش لجزائر والتواجد للاتحاد السوفيتي كان حتى من قبل نشأة الجزائر وحتى قبل 1962 ومن بعد دولة روسيا متواجدة معهم على شكل جنود وفيهم طبيعة الحل جواسس كل الاسلحة والعربات والمراكبات الجزائرية هي روسية وما تبنش لكم امر تواجد الروس على الاراضي الجزائرية هو امر طبيعي وهذا من اجل تدريب الجنود الجرارويين على الاسلحة وهي روسية نعطيكم مثال غير في السنة الماضية الجزائر احتضنت مصابقة من المصابقة الدولية الروسية لتدريب الكيلات وشاركوا في المصابقة جنود من روسيا وفي نفس سنة 2021 دارت روسيا وجزائر مناورات بحرية السنة الماضية قالوا انه سياح من روسيا جولت من راس العالم يعرف انه جنود وداروا تمويه باش يدروا مقر روسي يمكنهم من تواغل في شمال مالي والنيجر ويدروا محاصرة لتواجد الفرز تواجد الروسي الايراني هو امر مفروغ منه في الجزائر ومعروف للناس العاديين بحالنا فما بالك بالمخابرات الامريكية العسكرية والمخابرات المغربية والروسية والاتحاد الاوروب بغيت نشرح هذا الابواق اللي بغوا ينفقه في النظام العسكري ويعطيه واحد المكانة مش ديال ان هذه المناورات للمحاربة الارهاب بين الجزائر وروسيا راهم تقرروا في شعر مارس 2022 اما المشاركة الاسرائيلية في مناورات الاسد الافريقي فتعرفات بعد ختام المناورات يعني في شعر يوليو فغير شرح لي ايه اللي راسم ربع كيف مناورات فهمتوا له وفقتوا له في مارس 2022 واليوم كتقول لنا هي رد على المشاركة الاسرائيلية اعلنتم اعرفتوا بان اسرائيل غاد شارك قبل جميع حتى قبل اسرائيل واش الجزائر اللي حجم حجم الفارع عسكريا واش تقدر تواجه اسرائيل واش اسرائيل اللي ضمرت لكم سفن في ميناء النابة في سنة 1964 ومزارة والو في سنة 1965 ومرضيتوش عليها غاد تردو عليها اليوم واش اسرائيل اللي جربت القنبل النووي على الارادي الجزائرية غاد تردو عليها اليوم وإلى اليوم عاد تردو على المخزن وعلى المغرب فرق مع طلين لان مناورات الاسر الافريقي كيف مجمنا ستنذرها من عشرين عام واش نجو معاد فقته اليوم المناورات الروسية الجزائرية هي تتم للمناورات السنة الماضية التي شاركت فيها الجزائر وروسيا ودروا في منطقة أوسيتية الشمالية واصلا هذه المنطقة عليها نزاع وبغا تستاقل من روسيا والجزائر داعمت شعب في التحرر بطبيعة الحال في المشمش مشات وأكدت على انها ارض روسية ادو الرخصي لك انبنا المهم داروا مناورات لمحاربة الارهاب في هذه المنطقة وانا اعطيكم سكوب حصري في هذه القناة من دار ونجو لكم برنامج المناورات الروسية الجزائرية اللي ستنذر في نوفمبر القادم هذا شيء بطبيعة الحال الى الدار هدو ما التفاصيل كامل لدي المناورات لستنذر المشاركين في المناورات ستبعوا الارهابيين اللي سيكونوا محتلين واحد البلدة ويدروا لديك البلدة أو القرية حصار شامل سيشاركوا بعض الطائرات اللي ستحصل الارهابيين جواًا ناقلة الجنود المضرعة ستكونتها ومشات القتالية بم بي تري وايضاً سيكونوا مدافع الهاوترز الحركية وسيجحف الوجوم على الارهابيين في القرية ويحرروا وعقلوا على هذه المعلومات والتفاصيل اللي اعطيتكم راعته اللي سيكون في شهر نوانبر 2022 ويقول اليوم ماذا تعطي المعلومات الحاتم المرابط معاناً نخواناً داخل الجنش الشعبي الباسل المعلومات موجودة لكم كتاب مفتوح ولا نحتاج لجواسس أو خواناً المهم المعنى الرابعين مناورات عادية لمكافحة الإرهاب وفيت الجزائر أنها دارتها مع روسيا هذا أجل نقش اختيار منطقة بشار المحتلة من طرف فرنسا لإجراء أهد المناورات روسيا قلنا انها سيطرة على الجزائر وأن الجزائر ديالها ودخلها في نطاق التمدد الروسي لإيران ماذا مثلاً روسيا ستقترها على الجزائر مكان المناورات واذا ستقول لها اجل نمشي على بعد خمسين كيلومتر لكي نستفز المغرب ونرده على إسرائيل قلنا سابقاً ان روسيا لا لدي مشكلة لا مع المغرب لا مع إسرائيل وهي تلعب مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا يعني اختيار المكان هو اختيار 100% جزائري وما يطرح مشكلة روسيا لأنه داخل في تدريباتها عادية للمكافحة الإرهاب وهذا اختيار داروش انقريحة لأن المنطقة العسكرية الغربية الجنوبية الجزائرية كان هو اللي يتحكم فيها من قبل وحيث هو تخاف من شيء اغتيال أو انقلاب عسكري كيفما داروا القيد صالح فالمناطق الشرقية تقريباً محرّة معدي فدائماً ما تلقوا أنه يدرقاء المناورات بالتاخيرة الحية يدرون في الغرب والأغلبية الساحقة في جهة بشار وتندوف المحتلتين من فرنسة فهذا أمر طبيعي أنه يختار بشار المحتلو اللي بالمناسبة فيها واحد تكن عسكري وواحد لمطار صغير ثم يدر المناورات هي بعيدة 50 كم إلى حدود المغربية لأن الشنقريحة سيحس بالأمان يعني الاختيار قبل أن يكون ستيف زاز المغرب كما يروج له البعض هو اختيار أمني خالص لضمان سلامة وحياته لتنقريحة من أي محاولة اغتيال خاصة من العصابة التي تبع فرنسا ثم نربطه اختيار المكان بنوع المناورات الجانب الروسي قال على أنها مناورات لمحاربة الإرهاب لحد الآن جانب الجزائري ضرب الطم وساكت وما تقول له كيف يرى هذا الشيء يبدأ ليصدع من الغرب إذا يبدأ ليصدع يقدر ينكر الروسيا هذا الشيء داخل في العادسة للنظام الخواف في الجزائر أعلنتم في الجزائر فين كين عندكم الإرهاب يا كل شوية كتنشروا أخبار على مخابئ الإرهابيين في الجبال فكيف شنتم بغيتوا تدربوا مع روسيا على محاربة الإرهاب في الصحراء هذا كيدل مرة أخرى لأن الاختيار هو اختيار أمني خالص وشنقريحة مجبر أنه يمشي المنطقة فيها ناس كي تيق فيهم وفيها أمان أكثر حيث من المفروض أنه يديروا مناورة لمحاربة الإرهابيين في المناطق الجبلية مثلا في مناطق شرق الجزائر بحال هذا بالمغرب، المغرب يديروا مناورات في الصحراء المغربية لأنه يتحارب مع مرتزقة البوليزاريو في نفس الظروف المناخية وفي نفس التدارس كين جانب إعلامي شنقريحة وكذبون سيستغلوا بطبيعة الحال طبعا أي مناورات على الحدود المغربية كتطلع هرمون السعادة على بلوفينجر وكيفرح بها وخاء أنه الإرهاب من المفروض يكون في الجبال وفي منطقة تامنراس مثلا أو في الحدود الليبية التي تكون فيها التهريب وتسلولات الإرهابيين فهم أمنيا للحفاظ على حيات شنقريحة كيمشي والبشار المحتلة وأيضا لإسعاد بلوفينجر يديروا في بشار المحتلة بشي وهمه زمالي على أنهم زعمارة ووقفين ند بالند مع المغرب ومع إسرائيل ومع القوى الإمبريالية الغربية والسهيونية المهم هكرت دين الجزائر للحجم دياله الحقيقي مع الأسف بزاف المنابر المغربية حتى وما عندون قصد نفخه في الجزائر وعطاها أكثر من القيمة دياله فضل موضوع هذا الجزائر هي مجرد دولة وظيفية تابعة وزابونة لروسيا واللي هم روسيا هد السعارة أمريكا وأوروبا ماشي إسرائيل أو المغرب هالتواجد الرسمي الروسي في الجزائر شنو كي يعني؟ تعني لأن الجزائر مرة أخرى تتأكد لأنها ما حلف روسيا إيران كوريا الشمالية بلاروسيا تتأكد العالم على أنها خيفهم تحالف المغربي الإسرائيلي والناس اللي كين تقضوا هالتحالف هذا كنذكرهم أنها تحالف واللخ للجزائر تغير من لغة تهديد بالحرب ومع أول زيارة لمسؤول إسرائيلي المغرب بدلوا خطاب ولو تقولوا أنه المغرب شقيق الجزائر وكيفما قال راحل حسن ثاني أنا مساعد متحالف مع الشيطان لحماية المغرب تنذكرهم أنه لحد الآن في ظرف وجيز إسرائيل عطت المغرب أسرار تكنولوجية وتعاون أمن الإستخباراتي مهم جداً لم أعطيته لنا لأمريكا لفرنسا من خمسين عام هذه تنذكرهم أنه لكي تعيش في السلم يجب أن توجد الحرب ونبسطها لكم من عندما تكون غادي في شيء زن قابل لي وتبانون لك الكلاب مجبدين من الطريق وماذا تدوز حداهم هكاك وتسنون مع الضوء أو تحني على حجرة أو عصية وتوجد راسك لأي هجوم من هذا الكلاب وكل اللي يجري اليوم حتى قبل أن يوصل لهم وراء تعالب السحراء اللي مجورين أو اللي هم من فصيلة الكلاب وانا ما كنتكلمش على سعب الجزائر الثقيق بل كنتكلم على الوصف ذلك تعالب واتيرا علمياً معروف قلبو غتلقوا أن تعالب السحراء هم فعلاً من فصيلة الكلاب فالجزائر اللي كتهددك بحرب في أي لحظة خاصك توجد له الحجر وتزليل عصي هذا شيء كامل غير لتفادي الإنجرار إلى حرب ستحرق شمال إفريقيا أما الجزائر الثقيق نحن نديرين فكرنا ليس حالة هذه وقدم بهم بلا إسرائيل و بلا أمريكا من أياما تحرب الرمال وأمغالا كنا نحن المغاربة بوحدنا وهم معاهم كوبا والاتحاد السوفيتي وسوريا ومصر والفيتنام وزيد وزيد وكلوا الطريحة وما تفروش معنا والحرب عقيدة وعقيدة الجندي المغربي والدفاع للأرض والشعب أما عقيدة الحركي هي الدفاع على عصابة البوليزاريو وعلى مصالح الدول الاستعمارية هذا ما قلت لكم أن جلب روسيا للمنطقة من طرف الجزائر يؤكد مليون في المئة لأن الجزائر تعيش عزلة دولية خانقة وكتبغي تخبى وراء ظهر روسيا كما فعل مجرم بشار الأسب وأنها تخاف من التحالف الأمريكي المغربي الإسرائيلي فكتبغي تبيين على أنها أيضا عندها تحالفات قوية ونسيت أن روسيا تدخلت في سوريا لأنها جغرافيا قريبة منها أما الجزائري لغرقات فجهد روسيا ستصفت لكم الفاغنر يحاربوا الشعب الجزائري نقطة مهمة ستفيد المغرب في التواجد الروسي بالجزائر وهو أن أوروبا ستفهم أخيرا على أنه لا أمل في النظام الجزائري ويجب أن تعتبرهم بحالي أن روسيا صغيرة أحدهم وأن الجزائر ستبع الخوطات الروسية لأهمها تحطيم قوة ناتو وقوة اتحاد أوروبا يعني قطع أنبوب الغاز المغرب على أوروبا هو خوطة روسيا في ذات الجزائر وأي حاجة ستفيد الملف الغاز مع أوروبا هو خوطة روسيا الجزائر كتوهم على أن العالم ستعود للحقبة القطبية قطب روسي صيني ضد القطب الأمريكي الغربي وننسى على أن الصين خواتب روسيا ضد الغرب على الرغم من أنه موقعين انتفاقية جديدة للدفاع المشارك ننسى أن حجم روسيا لا يدير الوزن أمام الولايات المتحدة الأمريكية لغرقات بوتين في واحد أوكرانية بلما تدخل مباشرة وحتى لو افترضنا أن القطبية سترجع في هذا مزيال المغرب لأنه في أرضه في صحراء دياله والجزائر ستبقى حاكمة الشعب دياله بين نصف الطريقة وصافي يعني حتى شيء ما ستغير كون كانت روسيا ستدعمكم يا جراروة كانت أول شيء ستدعمها ستعتارف بالبوليزاريو بشكل جنوب إفريقيا مثلا ودعمكم في الأمم المتحدة وتصوت معكم وتدير اعتراف رسميك في مدارة أمريكا مع الصحراء المغربية هذا شيء كامل لم تديره لأنه ديره بحسابه لأنه تحافظ التوازن بين المغرب والجزائر وعدم خسارة القوة الإقليمية المغربية وشوفوا الرخصي لكنا بنانم كعيبوا علينا حيث تحالفنا مع إسرائيل و لم ترى تحالفهم مع روسيا وشاد الروسياد ونشروا الإسلام وقيله الذي قتلوا الروس في الشيشان وفي أفغانستان وفي سوريا وفي ليبيا من المسلمين لم يقتل قد محد يكسوا أخي كامل التجربات في أطفال ونساء سوريا لماذا تتحالفوا معهم؟ المهم تتحالفوا مع كوريا الشمالية وزيدوا تتحالفوا مع سكان المرع الصحراء المغربية و ستبقى مغربية والذي يأكل كل دون والذي يريد أن يأكل طريحة و يبكي مع لي غير يهجم على المغرب والله ستتولى من أمرين شمال إفريقيا الجزائر لتحصل على دعم روسيا ولو جزئيا رابعة راسها كما العادة رخيصة و سأعطيكم بعض الأحداث الأخيرة لمرتبطة بعض القرارات التي كتبين أن الجزائر فعلا هي التابعة الصغيرة لروسيا وإيران العمامنا مؤخرا دار زيارة في أزريبيتجان ومدخل نفوف النزاع الذي كان يتم بين أرمينيا و أزريبيتجان وعالمة جرارة ومحلوا حتى المشكلة مع الحليب ومع المغرب ويجريوا ويقلبوا على المشكلة في بلاد الناس مؤخرا أرمينيا قتلت واحد الجندي من أزريبيتجان هذه الأخيرة ردت بقصف الدرون وقتلت العديد من الجنود الأرمينيين روسيا ستكون رسلات الجزائر لبردوا الطرح لأرمينيا تزيدها كل عسى لأن الأزريبيتجانيين ولو تقولوا في مواقع التواصل الاجتماعية والمجتمع المدنيهم والتي يقول أنهم يستطيعوا يحتلوا أرمينيا كاملة ويحكموها لأنها ضعيفة عسكريا هذا هو الوقت المناسب لأنها تصلح المشاكل العسكرية لها خاصة عدم الاعتماد على السلاح الروسي فروسيا لتحافظ على المصالح لها في أرمينيا وكي لا تزيد أنها ضعيفة رسلات العمام المراكي المهمة لتبرد لهم الطرح الخطوط للجزائر الجوية لأسبوع الناس على خط مباشر من الجزائر إلى موسكو طبعا لخدمة روسيا وكي يسهلوا التواجد الروسي في الجزائر الجزائر تجري لترجع المجرم بشار الأسد للجامعة العربية لتعطيه شرعية دولية وكي طبعا لخدمة روسيا وحتى إيران ولكن بالدرجة الأولى روسيا لأنها هي اللي محتلة سوريا وهي اللي كتحكم في سوريا عن طريق المجرم بشار الأسد فهالتنازلات كاملة تقدمها جراروة فقط بشار روسيا تفكى اليوم نوعا ما العزلة الدولية اللي عايشين فيها المهم ديروا حتى 80 ألف مناورة وديروا حتى بالداخيرة الحية كما العادة أهم حاجة أن قضية البوليزاريو تحتضر ومن أراد تقسيم وعزل المغرب هاو اليوم تعيش خطر تقسيم وتعيش عزلة خانقة حتى أنه غير قادر منذ سنوات على استضافة القمة العربية العادية المهم من الأخر مرحبا بكم الجراروة في التحالف الإيراني الروسي وهني على المغرب شكرا على المتابعة والدعم لكم كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم